اشتركوا في القناة الفارقين والتشكيل المتأقة معنا في الستوزيو النهاردة الأستاذ محمد القاضي الناقد الرياضي منورنا في صباح الخير يا مصر صباح النور أهلا بك بتشوف ازاي بقى مباراة الأهلي بالذات النهاردة يعني متوقعاتك ايه كده متوقع ايه لا هو النادي الأهلي مقدموهش فرصة النهاردة غير المكسب علشان هو لو ماتش متأجله مع النادي المريخ السوداني بسبب مشاركته في نهاية كاس العامل أندالكت فابوظابي فهو ما عندهش الفرصة أنه يكسب علشان يقدر يرجع لصدارة المجموعة تاني معروف النادي الأهلي لما بيخش بطولة كبيرة زي بطولة دور الأبطال بيبهو المرشح الأبرز والأقوى للفوز بالبطولة فهو بالتالي النادي الأهلي قدامه تحدي كبير أنه هو يكسب سانداونز هنا علشان ظروف المحيطة بالمباراة النادي الأهلي يعني في الدور العام قدر يستعيد تاني زاكرة الانتصارات بيكسب نادي مصر مكاسة أربعة يعني عمل أداء كويس في كاس العالم الأندية وحافظ على مكانه كالتالة العالم فهو مضطر أنه برضو يحافظ على مكانه في دور أبطال أفريقا فالماتش المتأجل له وماتش المريخ برضو مصعب المجموعة للنادي الأهلي لأن يعني إذا كان سانداونز ركب المجموعة هو برضو له ماتش متأجل برضو نفس الموضوع فهو النادي الأهلي لو قدر يكسب هيوصل للنقطة الرابعة ويقدر يستعيد مكانه تاني في المجموعة بس هو صعوبة الماتش أنه هو مدير فاني النادي الأهلي هو كان مدير فاني النادي سانداونز عبل كده بيتس موسيماني له تاريخ كبير في دور أبطال أفريقا كسب مرتين مع النادي الأهلي وقبلوهم مرة مع سانداونز فسجله التاريخي تلت مرات الفوز بدور أبطال أفريقا فهو عنده فرصة أنه يخدش في البطولة الرابعة ويقدر يكسبها إذا جدد عاده مع النادي الأهلي يعني المسيماني جدد عاده مع النادي الأهلي السنة دي ولعب فينال أفريقيا هيقدر أنه يحقى بطولة الرابعة في تاريخه وده ما حصلش قبل كده لأي مداري في تاريخ قارة أفريقيا نعم محمد أنت قلت صعوبة المتش أن المسيماني كان يعني هو المدير الفني لسانداؤنز قبل كده وحاليا هو المدير الفني للأهلي شايف دي نقطة ضعف أو نقطة قوة وهل المسيماني قادر من خلال يعني الخطة أو التشكيل اللي دايما بيلعب به ثلاثة أربعة ثلاثة إنه يبرز قدرات الأهلي الدفاعية في هذه المباراة والهجومية أيضا أنا أقول لك على حاجة هو سانداؤنز محفظ على طريقة اللعب اللي كان بيلعب بها مسيماني من معاه من سبعة أثمان سنين هم بيعثمتوا على الاستحباس مسيماني يعرف نقاط القوة والضعف فيها المدير الفني بتاع سانداؤنز الموجود دلوقتي هو تلميز مسيماني وهو كان مساعد له فمسيماني يفهم طريقة تفكير الرجل وهو بعدين خلي بالك يعني دايما الفرق اللي عندها تطور في المصالح ترافي في الكورة دايما بتحافظ على الطريقة اللي يلعب بها يعني ما ينفعش يغير في الطريقة اللي بيلعب بها ممكن يقعد ثلاثة أربع سنين خمس سنين نلعب بالطريقة دات علشان يقدر ياخد بطولة يعني في 2016 يعني سانداؤنز لما خد بطولة دورة أبطال أفريقا على حساب الناد الزمالك كسب 3 صفر في جنوب أفريقا وبعد كده الزمالك كسب هنا 1 صفر ووصعت بمجموع المباراتين بيعتمدوا على السكواد جوه استحواز منطقة خط النص فطبعا لما مسيماني لعب السنة اللي فاتت قصاد سانداؤنز هناك أو هنا ساب الاستحواز لسانداؤنز قال لهم خدوا الاستحواز طريقة اللعب بتعتمد أن انت بتستحوز على الكورة في نص الملعب فبتقدر ان انت تمتلك الكورة بس بدون أي فعليها وجمية على مرمى الخصوم وده الحاجة اللي بيعمل عليها مسيماني انت عايز استحواز خد استحواز بس انت دايما لما بيبقى عندك المباراة على أرضك يعني عشان طبعا المباراة نهارتها في القاهرة بيبقى صعب شوية الفريق أو فريق الأرض يستيب الاستحواز للفريق التاني هو المرة اللي فاتت يعني البطولة اللي فاتت لما سانداؤنز لعب الأهلي كان عنده ذكريات الخسارة بالخمسة هناك يعني النادي الأهلي كان من 3 سنين خسر مع لسارتي لما كان ماسك النادي الأهلي خسر 5 سفر هناك فكان ذكريات الخسارة نفسها بالخمسة مسيطرة على لعبة النادي الأهلي مسيطرة على الإدارة مسيطرة على الجهاز الفني فهو ساب الاستحواز المسيماني وليعب على المرتد وقدر نهو يكسب مجموع المباراة وعمل نتيجة كويسة جدا جدا حتى النادي الأهلي دلوقتي بيقولك لو جمهور النادي الأهلي كمان بيقولك احنا ملاعب صندوزة نقدر نكسبه عادي في أي وقت وكل الناس نسيت ماتش الخمسة فبالتالي مسيطرة على المسيماني قدر أنه يغير حتى في التفكير سواء للجمهور أو للعبة وده النجاح عددك سألتنا على طريقة اللعبة هو بلعب 4-3-3 طبعا أغلب فرق العالم الهجومية دلوقتي اللي بتعتمد على الكرة الهجومية بالذات نادي زي النادي الأهلي نادي كبير لازم يكسب كل ماتشاته ولما يكسب يكسب بسكور كمان ما يفعش يكسب واحد صف نادي الأهلي يعني يعتبر من أكبر الأندية الموجودة في كرة أفريقيا في مجال الكرة يعني هو كعب وعلي على كل الأندية لا هو النهاردة مسيماين هيغير طريقة اللعب علشان خاطر لعب واحد بس في الملعب يعني يلعب 4-3-2-1 وعشان خاطر يلاقي مكان لأفشة في التشكيل لأنه هو بالطريقة اللعب 3-4-3-3 مش موجود أفشة خلاص يقدر يلعب في مركز اللي هو الجناح سواء يمين أو الشمال هو مسيمايني عمل بصي أنا هقول لك على حاجة زكاء مسيمايني من أسكن مدربين اللي جون في النادي الأهلي برضو مش موضوع فني بس لا ده هو الراجل زكي جدا في التعاملات لما لقى الجهاز الفني بتاع متخب مصر وكارلوس كيروش بيقول لك لا أفشة مش موجود وما خدوش كاس العرب وما خدوش بطولة أمم أفريقيا علشان هو مش يقدر يوظفه في مركز الجناح هو الراجل بتاع كيروش ما بلعبش في مركز عشر اللي هو صنع العلعاب تحت رسان الحرب اضطر الراجل ان هو يخترع له مكان يعني مسيمايني غير طريقة اللعب ورح قال لك أفشة روح على الجناح علشان خاطر يبقى له مكان ويقدر ان هو كيروش ياخده معاك كاس أمم أفريقيا لكن كيروش برضو ماخدوش يعني على العكس يعني اللي حصل مع محمد شريف لما استبعيده من كاس العرب رجع لعابه في أمم أفريقيا ومحمد شريف لعب ولعب جناح كيروش قال لا أنا مش أخد أفشة فاضطر ان هو يغير طريقة اللعب مخصوه عشان خاطر مجد أفشة دلوقتي هيرجع لطريقة اللعب هيرجع لطريقة اللعب جديدة هيلعب بمركز عشرة مش هيقدر حتى ينزل أفشة يلعب ديفندر علشان أفشة بطيء شوية في النواحة الدفاعية فهيلعب بمحمد شريف سترايكر نمرة 9 مهاجم صريح ويلعب تحته أفشة فهو ده يعني دي تغيير في طريقة اللعب يعني كل أندية العالم دلوقتي الكبيرة بتلعب 4-3-3 والجناح بيسقط جوه يدر يلعب 9 يعني كل الناس كتواخد على كيروش انت زي بتلعب محمد شريف جناح مع أننا شايفين في أوروبا كل فكرة أنت بتحرك الجناح حسب المعطيات اللي موجودة عندك في المباراة تحديدا طيب ده فيما يخص أفشة لو هنكلم على مكسوني وشوفنا اللي هو في آخر المباراة تقلق بشكل يعني لافت لكل الأنظار هل هيدفع بيه في أول المباراة؟ لا صعب يلعب مكسوني مكسوني هو ماتش وخلاص ومنفعش استحالة تقايم مكسوني على ماتش واحد بس وخصوصاً قصاد فرقة ضعيفة زي فرقة مصر المقصة فرقة مصر المقصة من أقل الاسكواد المقود في الدوري حتى هو الجيم كان مفتوح انت صعب أصلاً تلعب يعني مصر المقصة صعب يلعب جيم مفتوح قصاد النادي الأهلي بإمكانياته دي يعني إمكانياته لا تقرم بالنادي الأهلي بس الدفاع الخاص بها هو قوي برضو مصر المقصة حتى قبل الماتش اللي لعبته قدام الأهلي كنا شايفين لا يعني الععيبة بتدافع بشكل مميت هو لما جي لعب أصاد الأهلي لعب جيم مفتوح فدخل فيها أربعة فأنت متخيل انت بتلعب أصاد الأهلي ما تقارنش أي فرقة موجودة في الدوري بالنادي الأهلي لما تيجي تلعب في الدوري المصري فهو بالتالي كان مفروض تعمل مصطفى مدير فن مصر المقصة يعمل نفسي كان بيعمل أصاد كل الفرق هو قال لك أنا لو هجمت الأهلي قدر يجيب جوان فبالتالي فتح الملعب مع النادي الأهلي ما ينفعش ده مش يعملوا سانداونز النهاردة استحال يفتح الملعب مع الأهلي فميكسوني صعب أنه يبقى موجود في التشكيل يعني هو لعب كويس وكل حاجة بس مش لسه عايز وقت عشان يتأقلم في نادي الأهلي هو لا يقارن حتى بمستوى أفارقة كتار جوم في تاريخ النادي الأهلي زي جونور أجيه مثلا يعني هو يعيده ميكسوني ومشه أجيه عشان يعيده ميكسوني بس أنا شايف أنه أصلا صعب أنه يبقى موجود النهاردة في التشكيل يعني التشكيل اللي موجود هيبقى محمد الشناوي جون وصاده أربعة محمد هاني في اليمين وعلي معلول في الشمال واثنين سردباكات رامي ربيعة وياسر إبراهيم هيلعب بتلاتة في خط النص أليو ديانج وحمد فتحي وعمر السولية وهيلعب بعد كده بحسين الشحات ومحمد مجد أفشا قدام محمد شريس طب احنا نتكلم بس على خط الدفاع احنا دلوقتي بنشوف أول قايمة شافت عودة تاني لعبد المنعم وعلي معلول وشوفنا غياب بأيمن أشرف شايف أن ده يعني هيبقى عمل ازاي مع النادي الأهل بذات عشان محمد عبد المنعم من ناس متفاعلة خير قوي مع محمد عبد المنعم خصوصا بعد المستوى الكبير اللي قدمه في كاسة أمم أفريقيا فالناس مستنيمن وحتى المستوى اللي قدمه في كاسة العام الأندية لعب مميز جدا جدا في مركز قلب الدفاع بس هو كان مصاب وكان خرج من الماتش بتاع مصر المقصة فمش هيقدر يلعب هو حتى مش هيجزف به لأنه هو محتاجه للفترة اللي جاية حتى هو لازم محمد عبد المنعم يهدى شوية علشان خاطر هو عنده إرهاق كبير يعني هو لعب كان بيلعب مع فيوتشر كل الماتشات في الدوري بعد كده سافر أمم أفريقيا ولعب في أمم أفريقيا الماتشات كلها بداية من ماتش نيجيريا كمان هو لعب لما لعب باكرايت في ماتش نيجيريا لما نزل بمكان أكرم توفيه لما تصب فهو حتى عنده إرهاق كبير فهو مش هيلع لما اعتقش نوع يبتدي به النهاردة حتى هو حتى مش جهز من ناحية بدنية نعم طيب يعني سريعا كده الأهلي معه فريقين من السودان في دوري أبطال أفريقيا بنتكلم على المريخ و بنتكلم على الهلال مباراة مبارح المريخ قدر اللي هو يفوز شايف أن ده ليه تأثير على مباراة النهاردة؟ بالتأكيد أسنتا على فكرة أصعب نتيجة دون المجموعات دايما هو التعادل يعني التعادل ده بيدي أفضلية لكل الفرق يعني بدل ما يخسر ثلاثة بنت بيخسر بنتين وبيبقى له يعني أفضلية ببنت كمان فأنت مجرد الفوز يعني نتيجة التعادل ده هي النتيجة الأصعب لكن الفوز المريخ مبارح بيطلع نادي الهلال من الحسابات فأنت كده الهلال هيبقى آخر المجموعة فأنت خلصت من فرقة من الفرق اللي ممكن تنفسك على المركز الثاني يعني هو دايما أنا شايف أن المجموعة دي تخلص أهلي سانداونز بعد كده المريخ لكن المريخ بفوزه على الهلال خد ثلاثة بنت أداته أفضلية أفضل إنه هو متعادل مع سانداونز هنا وبيلعب ماشراته في الأهل والسلام ملعب السلام فأنت كده فأنت بدي له أفضلية فمجرد أنه خرج فرقة من السكواد نفسه بتاع المجموعة فكده ده أفضل له أنه يقدر أنه هو يعني يدي فرصة للأهل وسانداونز أنت كده طلعت الهلال برا الحسابات الهلال كده خلاص يبقى مركز رابع فأنت المنافسة لما تنحصر ما بين ثلاثة بدل ما يبقى الأربعة موجودين على عكس مجموعة ناد الزمالك يعني اللي هي برضو هتشعل فيها كل الأوضاع تحكي لنا بقى عنها نحن النهارده يعني هننوح للقاء أكتر يعني مختلف شوية الزمالك والوداد المغربي في المغرب فشايف اللقاء ده هيبعمل إزاي لا هو اللقاء ده اللقاء عنه كوزوجاجة ناد الزمالك إذا كان ناد الزمالك عايز يكمل في دور الأبطال لو عايز يكمل في دور الأبطال لازم يكسب النهارده ما ينفعش أي نتيجة تانية غير المكسب والتلاطة بونت لأنه هو لأن الزمالك حط نفسه في ورطة كبيرة اتعادل ماتشين في دور الأبطال في مجموعته فهو عنده مشكلة يعني المفروض ناد الزمالك يعني بالنسبة للمجموعة دي كان يتصدرها بكل سهولة من الجولة الأولى للجولة التانية عنده بيترو أتلاتكو هنا في مصر بتعادل معها 2-2 بيقابل سجرادة بره ملعبه كونغولي بتعادل معها 0-0 ده في فرق أول مرة شارك في دور أبطال أفريقيا وتخش دور مجموعات يعني تاريخها لا يقارن بناد الزمالك وتاريخه في أفريقيا حتى على مستوى الفاني ومستوى الأفراد الفرقة بتاعة سجرادة فرقة ضعيفة زمالك بتعادل معها 0-0 على عكس نادي الوداد اللي كسب سجرادة فسجرادة 1-0 وخد 3 بنت وهم دول اللي خلوا أفضلية شوية للوداد إنه يبقى تاني المجموعة الزمالك هو حط نفسه فورطة كبيرة قبل ماتش الوداد لأنه مطالب إنه يكسب الوداد على أرضه واستجمهوره نعارفين إن خلاص الدولة المغربية خدت قرار بفتح الجماهير هتخش المدرجات دلوقتي يعني التذاكر لحد ما أنا قبل ما أخش الحلقة أربعين ألف متفرج انت متخيل مثلا سنتين ماتش الدوري المغربي ومتخب المغرب كله بلعب من غير الجمهور أول ماتش للجمهور هيبقى ماتش الوداد والزمالك باربعين ألف متفرج طبعا رقم كبير جدا على فكرة فيه لعبة كتير بس في ناس زمالك ما لعبتش تحت طغط جماهيري ما لعبتش حتى في دور الأبطال ما شفناه مش لعب قصاد مثلا فرق شمال أفريقيا مغرب وتونس وجزائل بالحضور الجماهيري القوي دوت فطبعا ده ضغوب كبير على ناس زمالك ناس زمالك عنده نقطة واحدة في المركز التالت طبعا بترو أتلتكو مفاجئة المجموعة ان هو بيوصل لأربعة بونت بسبب ناس زمالك برضو يعني هو ركب المجموعة بسبب ناس زمالك بأربعة بونت بعد كده الوداد بثلاثة بونت الزمالك بنقطة سجرادة عنده نقطة من نادي الزمالك طيب محمد وإحنا بنتكلم على نادي الزمالك ويعني انت أكدت كده وطبعا كل يعني اللي حصل في الفترة الفاتت من مباريات للزمالك بتأكد اللي هو لازم يفوز مفيش يعني تراجع عن الفوز علشان خاطر يقدر يستمر في دور الأبطال طيب زيزو من الناس اللي كانت مصابة ويعني العودة لزيزو بعض الأصواب وشايف إن ممكن تكون من العناصر القوية المشاركة في المباراة طيب أنا هقولك هو الزمالك عنده مشاكل فنية كتير أولها طبعا الزمالك موقوف من القيد فما دعمش نفسه بصفقات قوية قبل الموسم ما يبتدي وحتى في شهر يناير ما دعمش نفسه بصفقات قوية بسبب منع القيد فهو عنده مجموعة من لعبة اللي خدت الدور السنة اللي فاتت هي نفس المجموعة اللي بيلعب بها السنة دي يعني عنده التغيير هيبقى ضعيف جدا حتى في التشكيل الأساسي عندك إصابة طريق حامد إصابة قوية جدا يعني أبعدته عن أن هو يشارك في دور الأبطال من أوله وفي زمالك ما بيلعبش بطريق حامد في بطولة الدور المحلي فأنت بتكلم عن زيزو قبل ماتش سجرادة جاله الكوفيد فبالتالي هو بعد على الماتش يعني عمل تلات مساحات في يوم ونص علشان خاطر يقدر يلحق الماتش وبرضه اتأكده أنه عنده كورونا أول ما خاف سافر سافر من المغرب من كورو على المغرب علشان خاطر أنه يقدر يعني طب أنا سريعون علشان عندي سؤال بس أعايز أعرفه جدا دلوقتي لو الزمالك في المغرب تعادل مثلا وجوم تاني الوداد هنا في مصر لعبه وكسبنا فضلينا فريقين كمان أفريقيين نلعبهم لو كسبنا ساعتنا نتأهل أو لا لا صح ولا غلط اللي أنا فاهمه لا هو كده وانا زي ما نقولت قبل كده هو نتيجة التعادل بتديك أفضلية كويسة بتاخد بونت تقدر تكمل به كده الزمالك خش بلغة الحسابات الأرقام بقى أن مين كسب مين نعمل إيه نستنى نتاجة الآخرين خلي بالك أن الزمالك لسه عنده بترو أتليتكو في أنجولا وده هيبقى ماتش صعب بس أنا شايف يعني الزمالك سهل يكسب بترو أتليتكو في أنجولا يعني بترو أتليتكو يعني جمهور الزمالك متفائل أن وجود بترو أتليتكو نفسه في المجموعة حميد أحداد ولهجي كلنا تابعنا المباراة دي لكن إحنا للأسف لذيق الوقت عشان مجاز الأخبار يعني محمد القاضي النقبر رياضي بنشكركم وبنتمنى طبعا كل التوفيق لقطبي الكرة المصرية الأهلي والزماني كل التوفيق للفريقين